السلام عليكم كيف حالكم اليوم؟ روضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير اليوم هو يوم الثلاثاء سوف نتعرف على عدد جديد هيا نستمع إلى القصة لكن قبل ذلك ما هو اليوم؟ ما هو اليوم يا أبطال؟ أحسنت الثلاثاء اليوم هو يوم الثلاثاء هيا نراجع مع الأعداد التي أخذناها في السابق واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية واليوم لدينا كمان عدد جديد رح نتعرف عليه من خلال بعدنا نستمع إلى القصة قصة العدد أشرقت الشمس في مزرعة الأخوين سمير وسعيد استيقظ سعيد نشيطا وذهب ليعمل في المزرعة وعند الظهر استيقظ سمير آه ذهب ليجمع البيض لم يجد لم يجد ولا بيضة كم بيضة جمع سمير؟ أحسنت صفر ولا بيضة جمع ذهب إلى الحضيرة ليخرج الأغنام ولكنه لم يجدها كم؟ غلبي كان موجود في داخل الحضيرة صفر أحسنتم لأنه ما وجد الأغنام أيضا ذهب ليحلب الأبقار فلم يجدها كم بقر وجد سمير؟ كم بقر؟ سفر أحسنتم ذهب سمير ليبحث عن الحيوانات وجد الحيوانات في المرعى مع أخيه سعيد قال له سعيد من يتأخر في النوم لن يجد عملا يقوم به يا أخي قال سمير أعدك أن أستيقظ غدا باكرا وأعمل معك عددنا الجديد هو العدد صفر صفر هنا يوجد مجموعة من قطع الحلوة كم قطعة حلوة يوجد؟ أربع قطع حلوة إذا وزعنا هاي القطع الحلوة على الأبطال سامي وديالا ودانا وحنان كم بقية؟ صفر أحسنت صفر صفر يومي إذا أنا كان معي قطع الأيس كريم حبات الأيس كريم حب أوزعها على طلاب صف البستان وأعطيت وحدة لآدم وحدة لعبد المجيد وحدة لجود وحدة لريمة وحدة لتاج كم بقية معي؟ صفر ولا حب صفر إذا هيك من كنا تعرفنا على العدد صفر صفر يعني لا شيء صفر ولا إشيء أحسنتم أراكم في الحصة القادمة مع السلامة جيدا صفر 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 شكرا